أحمد ومحمد وحسين أخوة يعشقون كرة القدم ويحلمون بالحصول على الرعاية الرياضية وإجراء تدريباتهم بشكل علمي في أكاديمية متخصصة بكرة القدم بدلا من التدريب الذاتي في هذا الملعب المتهالك أنا وأخواني يوميا نجي هنا نلعب كرة قدم ويوميا نتفاعل فعلا ونلعب وأتمنى نلعب من نادي ويعلمنا كرة القدم غياب المراكز المتخصصة برعاية المواهب الرياضية وغيرها فضلا عن قلة المنافسات والبطولات أدى إلى إهمال الطاقات الوليدة ونضوب قنوات تغذية الفرق والمنتخبات الرياضية بجميع ألعابها أسد رئيسات لا يوجد مدرسة كاروية لا يوجد مدرسة كاروية نحن الدور ملاتنا لغوة إذا لا يوجد دور من يبعو علينا من يدعمنا أنا عايب دراستي الساري دصعد رياضيون ومتخصصون انتقدوا الجهات المسؤولة لعدم توفير الفرص الرياضية والرعاية المطلوبة خاصة للفئات العمرية الناشئة وتعرف هاي كلها من عمر اللاعب اللاعب يعني مواليد 2008-2009 هاي السنة يلعب أشبار سنتي تجي بعد ما يلعب أشبار راح يترحل ليوا للناشئين فهم اللغوا هذا الدوري فهذا كلها من عمر اللاعب هذا كلها من مستوى اللاعب هذا اللاعب بالدول ما يروح بالمقاهي بالقهاوي أو أجهة الطريق الصحيح للملاعب وشين هو قيمة الريس كلها بـ 3000 دينار بـ 4000 دينار مديرية الشباب والرياضة في بابل أرجعت عدم توفر الرعاية الخاصة بالناشئين إلى قلة التخصيصات المالية والملاعب المتخصصة على أمل افتتاح أكاديمية رياضية حال توفر الأموال اللازمة راح يكون من الأسبوع القادم نستلم ملعب لدارة المحلية راح نشكل أكاديمية ونتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة القدم تشكيل هذه الأكاديمية الاحتضان البراعم والأشبال وقامت أيضا البطولات وفي ظل غياب المراكز والأكاديميات الرياضية الحكومية لرعاية الأشبال من الرياضيين اضطر أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم وتنمية مواهبهم من خلال إرسالهم إلى الأكاديميات الرياضية الخاصة والتي في الغالب تكون مكلفة ماديا تدريب ورعاية الفئات العمرية الناشئة بات مطلبا ملحا كونها تعد أحد أركان التربية السليمة فضلا عن عدها المرحلة الأهم لبناء وإعداد لاعبين مهرة لربد الفرق والمنتخبات الرياضية وفق المتخصصين بعلوم التربية الرياضية عيسى العطواني الحرة بابل